أهلا بحضراتكم الجديد والأهلي ينتخب ضيفنا النهاردة اللي بشرفنا دكتور محمد رفة الهندوي مرشح لمقعد الشباب تحت السن دكتور محمد قبل الفاصل بعد ما استعرضنا المسيرة العلمية والرياضية ما شاء الله لحضرتك أنت متواجد في فروع النادي المختلفة مضبوط فعندك احتكاك مباشر لو قلنا مثلاً أنت عايز تقول إيه الأعضاء الأهلي من خلال تواجدك في المقر الرئيسي في الجزيرة إيه اللي انت شايف تقدر تضيفه وإيه اللي انت سامعه من العضاء فرع الجزيرة بيتكلموا شوية مش في حاجة إضافية أن حاجة تتعمل جديدة في النادي أو في الفرع يعني ولكن هم بيتكلموا مثلاً أن ليه ما فيش مثلاً ليه ما نضيفش تايكوندو خصوصاً هم شايفين مثلاً أن في لعبة زي هدايا ملك مثلاً جابت برونزيا في الأولمبياد طب ما نعمل تايكوندو في النادي إنما كمنشقة حاجة في الجزيرة لا هم مش طالبين حاجة غير هي بعض المطالب الخدمية مثلاً نجدد هنا حاجة نعمل هنا حاجة كده مش أكتر من كده إيه اللي أنت تملكه عايز تقوله لهم فرع الجزيرة كانوا بيطالبوا مثلاً يبقى في حمام سباحة مثلاً تاني بما إن حمام سباحة اللي يبقى موجود ده بيبقى لي علاقة أكتر بالفرق بس المساحة طبعاً مساحة بالزبط عشان كده النادي دخل في التعاقل مع حمام السباحة بتاع التربية والتعليم ودخلوا ضمن الوحدة الاقتصادية بالزبط عشان يقدر يوفر ده للأعضاء والرياضيين طبعاً طبعاً أكيد هم كانوا طبعاً بيأملوا إن ده يحصل جوح النادي ولكن طبعاً صغر المساحة دي جوالات حضرتك مع الأعضاء يعني أنت كده صوت وصوح ده فرع بالزبط ده فرع مدينة نصر كلمنا عن مدينة نصر أكتر مدينة نصر لأن أنت كده شاهد عينا على مراحل تطور الفرع يعني بالزبط أنا طبعاً صغير كان فيه ملاعب الكورة طبعاً كتير جداً كنا بنلعب عليها قلت شوية دلوقتي اللي طبعاً كثرت المنشآت اللي حصلت في الفترات اللي فاتت ولكن ربما يتكلموا برضه إن احنا عايزين مثلاً في الموضوعتي فيه منافسة ما بين مثلاً مدينة نصر والجزيرة الجزيرة فيها جنباز في مدينة نصر إحنا عايزين جنباز بسرحة بقى يعني مدينة نصر تكسب دلوقتي يعني حجم الإنجازات والإنشاءات في مدينة نصر يقلل الجزيرة هي اللي تغير بالضبط. الجزيرة هي لضغيات. تغيير من المساحة. من المساحة والمرافق والملاعب. بالضبط. مدينة نصر بقى عايزين برضو زي الجزيرة. سكواش و جنباس. يعني برضو. هي منافسة كويسة. مدينة نصر فيها مساحات التي تعمل فيها. هذا كلام ده أكيد. طبعا إنجاز الجراش ده كان مشكلة أزالية. والحمد لله المجلس حلها. تلمني عنه. فرق كتير مع ساد العظام. كده طبعا. طبعا. أنا واحد من الناس. يعني أنا واحد من الأعضاء. اللي من هنا صغير كنت ساعد تتعذب. ما باخدش العربية. يعني كنت باخد بقى تاكسي. واروح لنادي عشان ما غاليش ركنة. طبعا. دلوقتي الباركين جوه النادي. فالدنيا أمان أبو. هو حاجة جميلة بصراحة. والبوابات. يعني شايفين صور لقطات من الإنشاءات اللي تمت. والأبواب النادي والأسوار. على مشتوى عالي جدا بشكل طبعا صور النادي بالأمانات. فيها فخامة وكيمة. طبعا. بالنصر اللي قدام البوابة طبعا حاجة جميلة جدا. يعني تعدي كده كل يوم بس من قدام وتسلم بس عن نصر. يقول لينا نحب نعدي من قدام النادي. أنا بحب نعدي. أنا طريقي كل يوم للشغل من عند النصر كده. من عند النصر وأروح على الشغل على الأسوار. أه. تحب اللحظة دي وانت. لحظة. لاحظة. لحظة حلوة. لحظة حلوة. أنت دايما بتعدي على حاجة ليه علاقة بالنادي الأهل يا أكيد. والحقيقة كان شيء رائع جدا أن أنت تحافظ على الشخصية الفنية المعمرية لكل الفروق. مضبوط يعني أنك تعمل صور مدينة نصر والبوابة هو نفسه الجزيرة هي نفسه التجمع هو الشيخ زايد. مضبوط لأي حد يعدي لا ده النادي الأهل. مضبوط شخصيتك المعمرية والفنية بقت بتبان على كل الفروق طبعا بالأفكار الجديدة اللي بتظهر طبعا ومع التطور اللي موجود في العالم كله أن أنت أو أفكارك بتتطور معها. فتبتدي تنفذ الكلام ده على النادي الأهلي أكيد وتقدر تنفذها بشكل كويس طبعا أن أنت النادي الأهلي. حولت الأسوار إلى مورد دخل بالزبط كده وفي كل الفروع. طب قولي برنامج حضرتك في الحتة الإنشائية. إيه اللي أنت بتتطلع له. يعني في الحتة الإنشائية أنا أتكلم شوية في مجالي مجالي الطبي. اللي أنا أفهمه أنا أخريج طب أسنين دائما كنت بشوف إن إحنا ممكن في النادي الأهلي إن إحنا يبقى عندنا منظومة طبية احترافية شوية. تخدم للألعاب وتخدم للأعطاء ففكرت في حاجة صغيرة كده إن ممكن فيما بعد تتذور لحاجة أكبر لحاجة مشروع استثمار. إحنا ممكن نبتديها بمبنى للعيادات المتخصصة. حتى لو هتبقى العيادات دي هي العيادات الأساسية لنادي رياضي. ده كثرة إصابات ملاعب. ده كثرة أعزوم. مركز الأشعة مثلا. ده كثرة التغذية. أعتقد الحاجات دي هي اللي بيحتاجها دايما. ده كثرة النفس. ده كثرة الطب النفسي. دي الحاجات اللي بيتطلبها مثلا بعض الألعاب. وإيه ممكن برضو في نفس الوقت تخدم أعضاء النادي. إن أنت تقدر تنفس حاجة زي كده جوة النادي. ده حاجة طبعا أكيد هتخدم جميع المجالات في النادي وجميع الفئات. فهذه هتبقى حاجة كويسة. بطمح فيما بعد إن إحنا يبقى عندنا مستشفى الأهلي. أكيد ده طبعا ده مشروع. مشروع طبعا كبير جدا إن يقدر النادي الأهلي يستفيد منه. ويفيد أعضاءه ويفيد حتى الشعب عمتا إنه يبقى مشروع استثماري حتى. باسم النادي الأهلي أكيد كله. أتمنى إنه يبقى يخدم النادي الأهلي أول بس ما النادي الأهلي يقول أنا عايز أعمل كذا. أتمنى إنه يبقى مستشفى. أتمنى إنه يبقى مستشفى. أتمنى إنه يبقى مستشفى.